عيد آخر يمضي على النازحين السوريين وهم في المخيمات لا شيء هنا إلا العيش على الذكريات بينما المشهد بيوت مدمرة وعائلات مشتتة على ذلك لم ينس هؤلاء تهنئة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي بعيد الفطر السعيد التهنئة نابعة من الأياد البيضاء الكويتية التي تفانت ولا تزال في تقديم العون والمساعدات للنازحين يستذكر الآلاف من اللاجئين السوريين على أبواب كل عيد صورا لذكريات الوطن والفراق وألم اللجوء ومعها تستذكر جموع اللاجئين أن على مدى خمس سنوات منذ اندلاع أزمتهم لم تتوقف يد الخير الكويتي من أن تمتد دوما لتقدم الإغاثة والعون وتخفف آلام اللجوء ومعاناة الاغتراب وصعوبة الحياة في العيد يستذكر اللاجئون هنا في أحد مخيماتهم عون الكويتيين الطيبين وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نهني سمو الأمير الشعب الكويت وكل عاموا أنتم بخير وإن شاء الله نعاد عليكم كل سنة بالخير ونحن نشكركم كثير الشكر وكثير الجزيل نشكر الأمير الكويتي بهذا المناسبة العيد نشكره وإن شاء الله كل عام نحن بخير وهو بخير بألف خير فيما الدعاء والإشادة بأخوة الكويتيين تكون المحبة وهم يرفعون التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وللكويت شعبا وإرادة وعزائم نحن نشكر الكويت وأهل الكويات العالم أنتم بخير يا سمو الأمير نهني الدولة الكويتية مع أميرها وشعبها ويجعل الله الدعيد عليهم خير وبركة نهني أميري لكويت ونعيده كل عام نحن بخير في ظلال العيد المبارك ووسط الإشادة بدور الكويت الإنساني تجاههم تلهج ألسنة اللاجئين السوريين في كل مكان بالدعاء للكويت أميرا وحكومة وشعبا لهذه الأخوة الصادقة التي شهد لها العالم على امتداد أزمة اللجوء السوري هاني البدري تلفزيون دولة الكويت مدينة مادبة شرقية